اشتركوا في القناة في مجال علاج العقام ومشكلات حدوث الحمل واستمراره هلأ رح نحكي عن هاي التقنيات أول وحدة اللي هي التقنية التقليدية للإخصاب الخارجي لما بنحكي عن التقنيات أهم إشي نعرفه بكل طريقة كيف بتتم هاي التقنية ومتى نستخدمها بشكل عام الخطوات طبعا أول إشي تنشيط المبيض ليش تنشيطه؟ لإنتاج العدد الكافي من الخلايا البيضية الثانوية احنا حكينا في عملية تكوين البيضات أنه كل جهر بصير إنتاج لخلية بيضية واحدة لو أخذناها خارج جسم الأنثى وصار لها تلقيح ورجعناها ممكن أنه تفشل فعشان يضمنه نجاح العملية بياخده أكثر من خلية بيضية عن طريق تنشيط المبيض تنين التقاطها بواسطة منظار خاص لتبدأ عملية تحضير الخلايا البيضية الثانوية الملتقطة والحيوانات المنوية وتقييمها طبعا مش كل الحيوانات المنوية بتكون قادرة أو جاهزة على التلقيح فبيختاروا الحيوانات المنوية القادرة على تلقيح الخلايا البيضية الثانوية رقم ثلاث توضع الخلايا البيضية الثانوية مع الحيوانات المنوية في أطباق خاصة داخل حاضنة مدة تقريبا بين الـ 24 إلى 72 ساعة يعني ثلاثة أيام هلأ هاي المدة هي المدة اللازمة للحصول على الإخصاب وتكون الأجنة بعد الإخصاب بيبلش انقسمات الجنين لحد ثلاث أيام بيكون تقريبا مع الإنقسمات صار متكون من 16 خلية رقم أربعة تعادل أجنة لرحم الأم في اليوم الثاني أو الثالث من سحب الخلايا البيضية الثانوية هلأ شو الأسباب اللي عندي بتأدي للوجوء لهاي التقنية التقليدية أول سبب عندي إياه اللي هو انسداد قناتي البيض أو تلفهما انسداد قناتي البيض يعني الحيوان المنوي ما رح يقدر يوصل للبويضة وما رح يتم إخصابها يعني ما رح يصير حمل فالإنسداد للقناتين هدول طبعا هما تنتين قناتي البيض أو تلفهما هي أول سبب ممكن عشان نجاح انو نضطر نعمل هاي التقنية ثاني إشي الضعف المتوسط للحيوانات المنوية الضعف ممكن ضعف الحركة ما توصل للخلية البيضية الثانوية أو ممكن يكون عددها قليل يعني العدد أو القوة لنفس الحيوانات المنوية ثالث إشي عندي إياه هو عدم الحمل غير معروف السبب يعني هم فيه سبب بس مش قادرين يعرفوا إيش هو فبالجأوا لهاي التقنية عشان يعرفوا إنه يعني خلاص إنه يصير حمل هاي بالنسبة للتقنية التقليدية للإخصاب الخارجي حفظ الثلاث نقاط التقنية الثانية ليهي الحقن المجهري للبيضات كيف بتتم هاي التقنية؟ بتتم عن طريق حقن رأس حيوان منوي واحد أو إحدى الطلاع المنوية داخل الخلية البيضية الثانوية يعني ليش أخدنا الرأس؟ أخدنا الرأس لإنه فيه النواة هاي العملية ليش بتم الحقن؟ عشان يضمنوا حصول الإخصاب طبعاً بياخدوه خارج جسم يعني بيكون الحقن خارج الجسم بواسطة إبرة مجهرية خاصة بتكون متصلة بمجهر قوته التكبيرية عالية رقم تينين تعاد الأجنة الناتجة من عملية الحقن إلى رحم الأم طبعاً إحنا حطينا دائرة على الإبرة عشان يتميزوها كيف بتتم الحقن؟ بتخير رأس الحيوان المنوي إلى الخلية البيضية الثانوية بعد ما يصير العملية رح يرجعوها لرحم الأم أش الأسباب اللي بتأدي للجوء لهاي التقنية اللي هي ضعف الحيوانات المنوية الشديد ضعف الحيوانات المنوية الشديد سواء بالعدد أو بالحركة التقنية الثالثة اللي هي استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية أو البربخ البربخ اللي هو المكان اللي بتتجمع فيه الحيوانات المنوية بعد نضوجها ما السبب لا هاي التقنية في حال تستخدم عدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي يعني السائل اللي بيكون موجود بيكون هو تجمع لإفرازات الغدد اللي حكينا عنهم أبل فنلجأ لهاي الطريقة من طرائق الحصول على الحيوان المنوي بهذه التقنية أول شي سحب الحيوانات المنوية من البربخ أو الخصية بواسط إبرة رفيعة بعدين حقنها مجهريا في الخلية البيضية الثانوية من الحالات التي تستخدم فيها هاي التقنية اللي انسداد للوعاء الناقل للحيوانات المنوية بسبب التهابات طبعاً بعاء الناقل اللي بتنقل الحيوانات المنوية من البربخ بعدين للإحليل عشان تخرج خارج الجسم هذا اللي بده يخليها تخرج خارج الجسم بيكون مسكر رابع طريقة عندي اللي هو التشخيص الوراثي للأجنة تستخدم هاي التقنية لفحص الأجنة وتعرف إذا كانت حاملة لمرض وراثي معين هذا الحكي حكيناه قبل أيام الأجنة ويلجأ لهاي التقنية لتشخيص أسباب حدوث الإجهاد المتكرر وبسبب وجود طفرات وراثية في الأجنة ترجمة نانسي قنقر